السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا رب تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض طاجن اللحمة بالبصع الأول من طريقته سهلة جدا ومش بيأخذ منك وقت وبيطلع لزيز جدا هيعجب ولادك جدا لو انت لسه ما عملتوش وكمان بيشرفك في العزومات زي ما انت شايفة كده معي في الفيديو كل حاجة جميلة في الطاجن بيطلع لزيز بطريقته بسيطة خالص هنعمله مع بعض كده نهارة ان شاء الله في الفيديو وطبعا زي ما قلت لك ده من الأكلات الجميلة جدا في العيد الأطحى بما ان احنا داخلين على العيد فالحاجات دي بتيبقى جميلة جدا في العيد وفي العزومات نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آلي وأصحابي أجمعين وهنسام الله وندخل الفيديو بتاعنا أول حاجة معي هي نتصع على النار فيها شوية كده منزل وهنزل باللحمة كده في الطاصة وهبدأ أدي لللحمة بتاعتنا كده صدمة أنا عايزة اللحمة تتحمر شوية كده يعني أديها صدمة كده تتحمر كده من كل جنب كده شوية بعد كده هشيل اللحمة وهنزل بالبصل الأورمة بتاعنا ده كده طبعا في البصل الأورمة لبيض بيبقى أفضل كتير عن البصل الأحمر خصوصا في الطواجل اللحمة لكن ما كانتش متواجدة عندي غير البصل الأحمر فمش مشكلة بطلع برضو لزيز جدا هحمر البصل برضو بنفس الطريقة ده كده لازم تدي البصل الأورمة كده لون عشان ده بيفرق جدا جدا في الطعم بعد كده هشيل البقى هطلع البصل ده وهنزل كده ببطاطساية كبيرة من الطعم وكعبات البطاطساية ده ممكن تستبعليها يعني ده أنا حبت إن أنا أضيفها ليه بتاقى الأسوس بتاع الطابين شوية بتخلي لك كده أسوس بتاع الطابين كده ديله تقولي كده وبقى جميل جدا بعد كده جبت الطاصة تانية وهنزل بقى بالبصل والبطاطس كده واللحمة هسيبها شوية لإن أنا كنت أعطيها النص سوا بعد كده هنزل عليهم بشوية كده من الصلصة وهقلبهم مع بعض كده تقلبتين بالشكل ده كده أول ما المكونات دي كده تجلي معايا هبدأ أنزل بقى باللحمة بتاعتنا زي ما قلت لك أنا كنت مساوي على اللحمة بتاعتنا نص سوا بعد كده بقى هنزل بقى في المرحلة دي بقى هنزل بقى باللحمة بتاعتنا كده وهقلبها كده تقلبتين بالشكل ده أول ما الحضار بتاعنا البصل والبطاطس بدأ ويجلوا نزلت كده باللحمة وبعد كده هنزل بقى بالبهارات بتاعتنا وهي الملحة والفلفل لصمر والبابريكا وكمان فص واحد من الثوم المهروس وهقلب بقى المكونات بتاعتنا دي كلها كده في بق وهسيبها كده بس على مراقل مش أكتر من دقيقتين وبعد كده ناخدها بقى ونحطها بقى في الضعين بعد كده هروح بقى ونحط بقى المكونات بتاعتنا دي كلها كده في الضاجن زي ما انت شايفة كده عايزة أقولك الريحة بتبقى تحفى بجد ريحته جميلة جدا لو انت لسا ما عملتهش جربي هيبهرت جدا بطعمته وكمان هيشرفك زي ما قلت لك في عزوماتك هنزل بقى بالمكونات بتاعتني دي كلها كده في الطاجل أنا ما حطتش هنا مياه خالص غير الصلصة ومش هضيف على الطاجل مياه خالص هو كده الخضار بتاعه نزلت المياه بتاعته كمان الصلصة بتاعت الطمطر فمش هضيف عليها اي مياه تانيه خالص عايز اقولك كمان ما تقفريش في البهرات مش اكتر من الملح والفلفل وكمان البابريكا وفصل الطم المهروس ما تحطش توابل كتير عشان نديك الطعم الحلو الطعم النزيز وتحس كده بتعم البصل واللحمة والبطاطس هاخد بقى الطاجل بتاعنا ده كده هغطيه كده وهدخله الفرن الرفل في النص وهسيبه قاعد في الفرن حوالي ساعة وبعد كده هشيل بقى الغطة وهدي الوش حلو من فوقه شغل الشواية كده وحمر الوش بتاعه بالشكل اللي انت شايفه ده كده عايز اقولك بجد تحفى جربيه لو انت ما عملتوش بالطريقة تجربيه وان شاء الله هيعجبك كده وطاجل اللحمة بالبصل الاول ما افضل كتير واحلى كتير من البصل اما بتقطعيه شرائح بعد كده زي ما انت شايفه كده هنا بوريك بقى السوق بتاع اللحمة والبصل والبطاطس اطلع كده شوية ادامك انت ممكن بقى تقدميه زي ما انت عايزه الطريقة اللي انت عايزه تقدمي بها تقدميه شايفة السوس بتاعه والسوس بجد تحفى بجد البطاطس بهدي تقول كده للسوس هو بيخلي السوس بتاعه القوام بتاعه حلوة قوي والبصل زي ما انت شايفه كده مستوي جدا زي ما انت شايفه كده البصل بتاعنا كده في الطريق المستوي جدا هو قاعد زي ما قلتلك في الفرن ساعب الزبط واللحمة كمان مهرية والبطاطيزمس بتقدمي بقى معروسة ابيض او معروسة بالشعرية بتطلع لزيز جدا جربيه بالطريقة دي عايز اقولك بقى لو انت وصلت معي بالفيديو الهنا ما تنساش اللايك للفيديو وتشتركي في القناة واتفعل الجرس على الكل عشان ان منزل اي فيديو ديد يجليك اشعار بالفيديو الجديد واتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم واشوفكم فيديو بديو ديد ان شاء الله لخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته